اشتركوا في القناة اجوان غامج جزئيا وريع شرقية سرعة ثلاث كيلومتر في ساعة درجة الحرارة الحالية ثمانة وعشرين درجة مئوية رطوبة نسبية متدنية ثلاثة وعشرين بالمئة اما الرؤية الفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر الليلة اجوان باردة وايضا تحول الرياح الى شمالية غربية الى متقلبة للتجاه تتراوح سرعة في شكل عام ما بين ثمانية الى ستة وعشرين كيلومتر في ساعة ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل الى الخمسة عشر درجة مئوية بالنسبة المناطق الغربية والشمالية الغربية من دولة الكويت ما بين ثلاثة عشر الى أربعة عشر درجة مئوية في مساء الغد ايضا اجوان ادافة ولكن متوقع تحول الرياح الى رياح الكوس الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة الى ستة وعشرين كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة العظم متوقعة لاحظ ارتفاع نسفي في درجات الحرارة قد تصل الى اجر في الساعة الرابعة وتساعة وخمسين دقيقة موعد شروع الشمس في الساعة السادسة وثمانتائج دقيقة اما غروب الشمس في الساعة الخامسة واربعة واربين دقيقة تصل متوقع في مدينة الكويت خلال خمسة يام الغادم ان شاء الله اجوان ادافة خلال فترة النهار ولكن لا تزال باردة خلال فترات الليل وايضا بداية ساعات الصباح الاولى توقع تحول الرياح الى رياح الكوس الجنوبية الشرقية تستمر معانا حتى يوم الاحد وفرصة لامطار متفرقة خاصة يوم الاحد ستستمر معانا حتى صباح يوم الاثنين قد تكون رعدية احيانا فرص تشكل الضباب واردف مع انخفاض في مدارية الفقية لدى النوه مرتدي الطر السريعة اخذ الحذر والحيطة دائما بدرجات الحرارة اللاحظ ما بين 25 الى 27 درجة مئوية دفء نسبي خلال فترة النهار ولكن لا تزال باردة خلال فترات الليل متأخرة ما بين 13 الى 14 درجة مئوية أعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي نشرتنا الجوية شكرا على سلمتابعة